بمعنويات عالية يغادر الأحد المنتخب الوطني للمصابين العسكريين المكون من 17 لعبا برئاسة سمو الأمير مرعد بن رايد رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين إلى أستراليا لحصد الميداليات الذهبية من خلال مشاركتهم بدورة الألعاب الدولية للمصابين العسكريين البطولة هذه في سيدني راح تكون إن شاء الله تعالى بمشاركة 18 دولة طبعا الأردن من الدول العربية والعراق فقط من الدول العربية المشاركين في هذه الفعالية الألعاب اللي مشارك فيها عدة ألعاب صراحة اللي هي ألعاب القوى من ألعاب القوى اللي مشارك فيها اللي هي رمي القلة أو دفع الكرة الحديدية سباق الكراسي المتحركة الجري الوثب الطويل من الألعاب الجماعية من شارك فيه الكرة الطائرة من الجلوس أو الفوليبل زي ما تسمى بلغة الإنجليزية الحمد لله هاي المشاركة السنة الثالثة السنوات الماضية طبعا حوصلنا مداليات كويسة وإن شاء الله نتطلع سنة هذه للمزيد من المداليات والمشاركات السنوات القادمة وإن شاء الله الله يوفقنا يا رب منتسبوا الهيئة الهاشمية للمصابين يشاركون في مصابقات ألعاب القوة ورفع الأثقال وكرة الطائرة من الجلوس والتجديف من الثبات المشاركة ألعاب قوة رمي قرص وقلة وإن شاء الله نتمنى أن نجيب إنا مداليات ونحصر على جوازي الأولى وأنا أول سنة أشارك فيها فأشوف من شهر الثنين بدأنا فيها تدريب والحمد لله يعني كون الهيئة كانت مساعدتنا على من ناحية المواصلات ومن ناحية الدعم المادي والرياضي والمعنوي استفدنا كثير خاصة أنا من الناس اللي مصاب عسكري عندي بتر وعندي إصابات في القدم صار عندي منافسة أني أروح أطلع وسأجيب نتيجة والحمد لله المعنوية عالية ومشكر جلال سيدنا خاصة على الدعم المادي اللي أعطاله المصابين العسكريين وسموه الأمير مرعد وإدارة الهيئة المصابين العسكريين على جهودهم اللي خدمت المصابين العسكريين حققنا السنة الفاتت نتائج ممتازة ونتمنى السنة هاي كمان أفضل وأحسن وهي السنة الثالثة على التوالي بنشارك فيها بالدول الأوروبية وإن شاء الله بإذن الله راحين نجيب نتائج أفضل من السنة الفاتت يعني السنة الفاتت جيب نستمدليات سنة هاي بإذن الله غير نجيب أفضل وكل هذا بخنقول من المدربين اللي قاموا معنا واشتغلوا معنا ومنشكر شكر كبير خاص يعني جلالة سيدنا إنه الدعم الرسمي إنا وسموه الأمير مرعد والهيئة الهاشمية اللي قاموا على تضاني يعني وما قسروا معنا الله يعطيهم ألف حافية وهذه البطولة ليست الأولى التي يشارك بها المنتخب الوطني للمصابين العسكريين حيث شاركوا في العديد من البطولات وتمكنوا من إحراز العديد من الميذاليات الذهبية والفضية أسامة بليبلي الحقيقة الدولية